بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أبو يثي رحمة العالمين مع كنز جديد عظيم من كدوس السنة لا أعلم أكثر الناس شهادة تقال صباحا ومساء مع أفكار الصباح والمساء تلقى بها الله تعالى يوم القيامة وفي صحيفتك في أول صحيفتك مكتوب أشهد شهادة بأن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله وتفتح لك أبواب الجامعة الثمانية وتدعى من كل باب تدخل من أي باب شئت كنز عظيم من كدوس السنة روى الإمام التبراني في المعجم وروا المستغفري في داعي الفلاح وفي أفكار الصباح والمساء وحسن هذا الحديث أبو الأزرق وابن حبان كان فيه ضعف لكن حسنه بعض العلماء من صره أن يلقى الله يوم القيامة في أول صحيفته شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله وتفتح له ثمانية أبواب من الجنة يقال له أدخل من أيها شئت فليقول إذا أمس وإذا أصبح الحمد لله الذي ذهب الليل بقدرته وجاء النهار برحمته خلقا جديد أن تنظر يمينك وتقول مرحبا بكم وأهلا من حافظين وحياكم الله من كاتبين بمعنى أنك تنظر يمينك وتقول هكذا مرحبا بكم وأهلا من حافظين حياكم الله من كاتبين ملك الحسنات وملك السيئات تحيي وتسلم على ملك الحسنات وملك السيئات تقول مرحبا بكم وأهلا من حافظين على يمينك ثم تنظر يسارا وتقول وحياكم الله من كاتبين ثم تقول اكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأن الله يبعث من في القبور على ذلك أحيا وعلى ذلك أموت وعلى ذلك أبعث يوم القيامة إن شاء الله أو عن ذلك أبعث يوم شاء الله اللهم اذكر محمدا منا بالسلام هذا هو نص الحديث لو أنك فعلت ذلك صباحا ومساءا تلقي يوم الله سبحانه وتعالى صحيفتك فيها فأول الصحيفة فيها شهادة وتفتح لك أبواب الجنة الثامنية تدخل منها الشهادة وطبعا الذين تفتح لهم أبواب الجنة الثامنية يرجع لهم أن يكونوا في أهل في أعلى الدرجات وفي منزلة عظيمة جدا لذلك هذا كنزا عظيم من كروز السنة لا يضيعه عاقل لذلك أوعى يعني تحفظ هذا الحديث وتقوله صباحا ومساءا فأنا أكتب لكم الحديث أكتب لكم الحديث في الوصف انساخوا هذا الكلام وانشوهوا نشر هذا العلم في ثواب العظيم العالم علم في الله أجرم عامل وتشيش تفعيل الجرس واشرقوا في خنالة سنة في كل جديد والسعادة ونشو سنة فيه شكرا لكم شكرا لكم